السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة مروى الحلو من أكاديمية البشائر النموذجية اليوم الأربعاء 25 ثلاثة 2020 اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإكمال قاعدة الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول لمادة اللغة العربية للصف السابع تحدثنا سابقا عن الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول قلنا أن الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي يكون فاعله معروف وموجود في الجملة أما الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي يكون فاعله غير معروف وغير موجود في الجملة أيضا يوجد فرق بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول الفعل المبني للمعلوم عندما نحوله إلى فعل مبني للمجهول تحدث تغيرات عليه إذا كان الفعل ماضي مكون من ثلاث حروف نقوم بضم الحرف الأول وكسر الحرف ما قبل الآخر يعني لما نشوف فعل مضموم أول ومكسور ما قبل الآخر يكون فعل مبني للمجهول وأيضا الفعل الماضي الرباعي أو الخماسي أو السوداسي المبني للمعلوم عندما نقوم بتحويله إلى فعل مبني للمجهول نقوم بكسر ما قبل آخره وضم كل حرف متحرك قبله أما الفعل المضارع عندما نحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول نقوم بضم الأول وفاتح ما قبل الآخر والآن إن شاء الله سنقوم بحل الأسئلة تدريب أو تدريبات صفحة 60 تدريب الأول كنت وقد كلفتكم بحل الواجب في الحصة الماضية والآن سوف نقوم بمناقشة الإجابات السؤال الأول املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين فيما يأتي رفع يعالج وشكرت وبنى وبنيت وشيدت المريض يعالج المريض نلاحظ أن يعالج هي فعل مبني للمجهول أيضاً با علم البلادي علم البلادي رفع علم البلادي رفع علم البلادي أيضاً رفع هو فعل مبني للمجهول مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر جيم شكرت سناء على مبادرتها التطوعية شكرت هو فعل أيضاً مبني للمجهول مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر طبعاً هاي تأنيث الساكنة لا نقوم بعدها أو حسابها من ضمن عدد حروف الفعل دال بنى الرومان جرش بنى الرومان جرش بنى هو فعل مبني للمعلوم ننظر إلى شكل الفعل بنى الفاعل هم الرومان لذلك الفاعل في هاي الجملة هم الرومان هو معروف لذلك نقول أن الفعل بنى وفعل مبني للمعلوم شيدت وزارة التربية والتعليم مدارس جديدة لذلك نقول أن الفعل شيدت هو فعل مبني للمعلوم لماذا؟ من الذي قام بعملية التشييد أو البناء وزارة التربية والتعليم لذلك وزارة التربية والتعليم هي الفاعل ولما يكون الفاعل موجود يكون الفعل مبني للمعلوم السؤال الثاني ميز الفعل المبني للمعلوم من الفعل المبني للمجهول فيما يأتي منحت الأوسمة للمبدعين منحت نظر مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر هاي التاء التأنيث الساكنة ولكنها حركت بالكسر لمنع من التقاء الساكنين لأن هاي الألف لهون ساكنة وتاء التأنيث ساكنة قلنا باللغة العربية ما بيجي حرفين ساكنين وربعض لذلك نكسر التاء منعا من التقاء الساكنين إذن أصل الفعل هو ثلاثي من ثلاث عروف وقمنا بتحويري إلى مبني للمجهول أصبح مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر لذلك الفعل منحت هو فعل مبني للمجهول وأيضا نقول من الذي قام بمنح الأوسمة للمبدعين لا نعلم الفعل هون غير موجود لذلك هو فعل مبني للمجهول با أنجز العامل البناء في موعده أنجز هي الفعل فعل ماضي مبني على الفتح من الذي أنجز؟ العامل العامل هي الفاعل عندما يكون الفاعل موجود يكون الفعل مبني للمعلوم إذن الفعل أنجز هو فعل مبني للمعلوم تعلق آمال كبيرة على الشباب الطموحي ننظر إلى الفعل تعلق مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر إذن هو فعل مبني للمجهول لأنه فعل مضارع نقوم بضم أوله وفتح ما قبل آخره وأيضا نقول من الذي يعلق الآمال على الشباب؟ لا نعرف الفاعل هنا غير موجود لذلك هو فعل مبني للمجهول دال استقبلت الأرض هدية السماء استقبلت هي الفعل وهي طبعا تأنيت الساكنة حركت بالكسر منعا من التقاء الساكنين لأنه قلنا هاي الألف ساكنة والتأنيت الساكنة ساكنين وراء بعض ما بلتقوا لذلك نضع كسرة منعا من التقاء الساكنين إذن استقبل فعل ماضي مبني على الفتح من الذي استقبل الأرض؟ الأرض هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن هذا الفعل موجود فاعله ومعلوم هي الأرض لذلك نقول أن الفعل استقبل هو فعل مبني للمعلوم نشير ديوان الشاعرة فدوى طوقان ننظر إلى الفعل نشير من الذي قام بعملية النشر؟ الفاعل غير معلوم في هذه الجملة لذلك نقول أن الفعل نشير هو فعل مبني للمجهول وأيضا مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر لذلك نعتبره أيضا فعل مبني للمجهول السؤال الثالث حول الأفعال الآتية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول مع الضبط التام ثم ضعها في جمل مفيدة أول فعل عندنا استلم ننظر إلى الفعل استلم استلم هو فعل ماضي مكون من خمسة حروف قلنا أن الفعل الماضي عندما يكون رباعي أو خماسي أو سداسي عندما نحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول أولا نقوم بكسر ما قبل آخره وضم كل حرف متحرك قبله تصبح استلم لو قمنا بتحويلها إلى مبني للمجهول نقوم بكسر ما قبل الآخر اللام أيضا ضم كل حرف متحرك قبلها تصبح التاء عليها فتحة نضع عليها ضم والآن سؤال ثلاثة حول الأفعال الآتية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول مع الضبط التام وضعها في جمل مفيدة الفعل الأول استلم قلنا أن الفعل استلم هو فعل ماض والفعل الماضي المكون من خمسة حروف عندما نقوم بتحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول نقوم بكسر ما قبل آخره وضم كل حرف متحرك قبله ننظر إلى الفعل استلم نقوم بكسر ما قبل آخره اللام وضم كل حرف متحرك قبله التام متحركة نحولها إلى ضمة السين عليها سكون تبقى ساكنة همزة الوصل أيضا نضع عليها ضمة تصبح هكذا استلمة أما الفعل استخرجه هو فعل ماضي مكون من ستة حروف عندما نقوم بتحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول نقوم بكسر ما قبل آخره وضم كل حرف متحرك قبله نضع كسر على الرا الخاء ساكنة تبقى ساكنة التام عليها فتحة متحركة تصبح مضمومة والسين عليها سكون تبقى ساكنة وهمزة الوصل نضع عليها ضم تصبح استخرج الفعل أنتجه هو فعل ماضي مكون من أربعة حروف عندما نقوم بتحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول نقوم بضم أوله وكسر ما قبل آخره أو نضع كسر على الحرف ما قبل الآخر هو التاء ونضم كل حرف متحرك قبله قبله التاء نضع عليها كسر النون ساكنة تبقى ساكنة الهمزة عليها فتحة نقوم بضمها تصبح انتجه السؤال الرابع وشكل الكلمات التي تحتها خط شكلا تاما وشكل يعني ضع الحركات على الفعل الفعل الأول أو المثال الأول جبلت النفوس على فعل الخير جبلت نقوم بضم أوله وكسر ما قبل آخره والتاء طبعا تاء التأنيث الساكنة ولأن يليها حرف ساكنة نضع عليها كسرة واللام فتحة تقاس الأمم بأخلاقها تقاس فعل مبني للمجهول نضع ضم على أوله وضم لأنه مضارع تقاس المثال الثالث أكرم عمال الوطني أكرم مضموم الأول ساكن الكاف الراء مكسورة إذن تصبح أكرم عمال الوطني السؤال الخامس أعد الأفعال المبنية للمجهول إلى أفعال مبنية للمعلوم وجر ما يلزم من تغيير تقدم القطو الضيوف تقدم هو فعل مبني للمجهول الفاعل غير معلوم لذلك نقوم بوضع فاعل مناسب لهذه الجملة لو قلنا تقدم ملك القهوة للضيوف نضع فتحة على القهوة لأنها أصبحت مفعول به ب أرشد الموظفون إلى مخارج الطوارئ من الذي قام بعملية إرشاد الموظفين الفاعل هون غير معروف لذلك نقوم بوضع فاعل مناسب للجملة لو قلنا أرشد الحارس الموظفون إلى مخارج الطوارئ منحت المعلمة جائزة التميز من الذي قام بمنح المعلمة لا نعرف الفاعل غير موجود لذلك نضع فاعل مناسب منحت المديرة المعلمة جائزة التميز صنع أثاث المنزل بمهارة من الذي قام بعملية الصناعة لا نعرف لذلك نقوم بوضع فاعل مناسب صنع النجار أثاث المنزل بمهارة السؤال السادس أعرب ما تحته خط في الجمال الآتية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق عرضت فعل مبني للمجهول أعمال هو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الفيح الفجر محاسن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف أعمال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والها ضمير متصل المبني في محل جر بالإضافة يزار طبيب الأسنان دوريا يزار فعل مبني للمجهول نقول في إعرابه إنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مبني للمجهول طبيب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم عزف النشيد الوطني في الطابور الصباحي عزف هو فعل مبني للمجهول وزمنه أنه فعل ماضي لذلك نقول في إعرابه فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول النشيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم فياتي كم لعفيا